واحد بيقول أنا عني شوية دهب بعض زينة وبعض للدخار أجمع لو جمعت الاثنين يكملوا نصاب سبت دا الوحد ودا الوحد مش يكملوا نصاب يعني أقول له يا غرعاك الله في أصل زكاة الحلي خلاف فقهي الجمهور على عدم وجوب الزكاة في الحلي المباح نعم قياسا على الثوب الذي تلبسه البيت الذي تسكنه الدابة التي تركبها الفراش الذي تفترشه النعن الذي تنتعله ما اتخذ للاستخدام والقنية ليس مالا زكويا خالف في هذا لحناف وبعض أهل العلم وبعض المحققين قولا هذا يدخل في عموم النصوص والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكزون والحديث الصحية ما من صاحب ذهب ولا ورق لا يؤدي زكاة إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فتكوا بها جبهته وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة كلما أباردت أحميت عليه ثم بعد هذا يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار أسأل الله لي ولكم العافية فعلى كل حال في وجوب الزكاة في الحلي المباء خلاف فقي معتبر فإن كنت ممن يتدين بوجوب الزكاة في الحلي يبقى تجمع هذا على ذاك هذا ما الزكاة وهذا ما الزكاة اجمع هذا على ذاك إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول يا رعاك الله أخذك زكاة إن كنت لا يتدين وتأخذ بقول الجمهور في هذا فهذا لا يزكاة إلا في الزهب المدخر لنوائب الزمان فإذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت عليك زكاة نختار لك الاحتياط أن تعمل بالاحتياط خروجا من الخلاف اجمع هذا على ذاك إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول أخرجت زكاته بارك الله فيك